ومع تواصل المعارك في الموصل ومحيطها تحاول القوات الأمنية تعزيز تقدمها العسكري نحو مركز المدينة في انتظار الخطوة الثانية باتجاه الساحل الأيمن للموصل من جهة أخرى يشهد حي السلام جنوب شرق المدينة مناوشات بين تنظيم داعش والقوات الأمنية فيما نشر تنظيم داعش عدد من القناصة على أسطح البنايات المرتفعة وفي الوقت ذاته نشد سكان محليون بضرورة تعزيز دفعات المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء الأساسية فضلا عن توفير المواد الصحية والعلاجية مناطق أهلة بالسكان ومناطق مدنية يعني موجود بها العوائل وموجود بها ناس كبار السن وموجود بها المرضى بنفس الوقت باشرة مفارزنا الطبية بإسعاف بعض الحالات وتوزيع الدواء لمن يحتاج خاصة كبار السن وقسم من العوائل حبة النزوح في هذه المناطق تم إخلاءهم بطريقة سلسة ومحترمة شغلة لا نقدر نطلع لا نقدر نيجي لمركز صحي وشغلات يعني تعرف هذه كلها لازم إذا تتوفر نفط ما عدنا هاخويا وتعرف هسا عنا مقبلين على برد قارص ما مثل قبل أسبوع أسبوع عين شوية وهسا جو تقريبا زين يعني بعد أسبوع احتمال يصير مطار وبرد وإحنا نفط ما عدنا لا بد أن نقدر نعلق صوبات لا نقدر نطلع يعني من الغرفة عدنا أطفال يحتاجون يعني مواد مثلا حليب أو طبيب أو يعني تعرف من هالشغلات ترجمة نانسي قنقر